وترشح مع نفيسة الغمراء ومن الأهلي محمود رقفة والدكتور نور الدين طراف وكان من دمن المرشحين البكباشي يوسف السباعي طبعا عارفينه اللي هو نفسه الأديب الكبير يوسف السباعي اللي تقلد العديد من المناصب بعد كده منها رئيس تحرير آخر ساعة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة روزة اليوسف ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال وبعدين بعد كده بقى وزير الثقافة ورئيس اتحاد الإزاع والتلفزيون ونقيب الصحفيين ومن أشهر أعماله الأدبية كلنا عارفين نائب عسرائيل أرض النفاق إني راحلة بين الأطلال رد قلبي نحن لا نزرع الشوق العمر لحظة أما الدكتور نور الدين طراف فده من كبار رموز النادي الأهلي وكان له نشاط سياسي كان عضو بالبرلمان سنة 1945 وتعين وزير الصحة مرتين وبعدها رئيس المجلس التنفيذي للاقليم المصري في الجمهورية العربية المتحدة وكان عضو مجلس إدارة الأهلي وبعدين بقى وكيل النادي لحد سنة 1964 كان شخصية أهلوية عظيمة ومن كبار حكماء الأهلي المهم أصفرت انتخابات اتحاد الهوكي عن فوز الدكتور نور الدين طراف بمنصب الرئيس ونجحت نفيسة الغمراوي في منصب الوكيل ومحمود رقفة على منصب سكرتير عام للتحاد وأصبحت نفيسة الغمراوي بنت الأهلي أول سيدة مصرية تدخل انتخابات اتحاد رياضي وأول امرأة مصرية تنجح وتبقى وكيلة اتحاد رياضي مصري